بدعم سياسي روسي يستمر نظام الأسد في التحايل على مسار اللجنة الدستورية المصاب بالفشل بعد أكثر من عام على انطلاقته من خلال اللعب على عامل الوقت بالمماطلة والتعطيل بزج مواضيع ونقاشات غير دستورية خلال اجتماعات الجولات ما أدى إلى انعدام النتائج كليا وفد النظام المشارك في مباحثات اللجنة أكد أنه جاء إلى المسار لمناقشة قضايا هامشية في الدستور مبتعدا بذلك عن جوهر المباحثات وهو وضع صياغات ونصوص دستورية أمام موقف نظام الأسد هذا يظهر عجز المبعوث الأممي إلى سوريا جيربي دورسون المشرف المباشر على مباحثات اللجنة إضافة إلى عدم قدرته على إقناع روسيا وإيران بالضغط على وفد دمشق للانخراط الجدي بالعملية من أجل إحداث خرق حقيقي في أعمال اللجنة الدستورية نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشنين بحث مع بيدرسون قضايا التسوية السياسية في سوريا وخصوصا المهام العاجلة للتحرك نحو تسوية سياسية طويلة الأمد ويأتي الطرح الروسي تزامنا مع بدء موسكو بالترويج لأعادة انتخاب الأسد لفترة رئاسية مقبلة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد حوالي أربعة أشهر من الآن وتعمل موسكو على التمهيد لتعويم الأسد مجددا من خلال فرض رؤية مبنية على قواعد ومباحثات أستانا ولكن تحت مظلة أممية هذه المرة ويبدو أن روسيا تسابق الزمن لفرض رؤيتها للحل السوري مستغلة خلوة الساحة السورية لها في ظل غياب الدور الأمريكي بعد وصول بايدن إلى إدارة البيت الأبيض وفي ظل هذه الأجواء تتلاشى فرص اللجنة الدستورية في تحقيق أهدافها التي تأسست من أجلها وخصوصا مع استمرار الشلل الدولي في بلورة رؤية واضحة للحل السوري يحقق في أقل تقدير أدنى مطالب الشعب السوري في التغيير السياسي